وفي ولاية تقانت تتواصل بمدينة تجججا الحملات التحسيسية والدعائية للأحزاب السياسية المتنافسة على المراكز الانتخابية في المدينة وتكثف الأحزاب السياسية من حملاتها التحسيسية لإقناع الناخبين بتصويت لمرشحها على اللوائح النيابية والبلدية والجهوية مع اقتراب موعد انتهاء الفترة المحددة للحملات الدعائية للانتخابات النيابية والبلدية والجهوية تواصل الأحزاب السياسية المتنافسة على المراكز الانتخابية في مدينة تيججا حملاتها التحسيسية داخل وخارج مقراتها الرسمية ويتوزع الناشطون في الحملات التحسيسية على أحياء المدينة لإقناع الناخبين بالتصويت لمرشحهم على كافة اللوائح المترشحة للمناصب الانتخابية يقدم المترشحون برامجهم الانتخابية والتي تجعل مشاكل التعليم والصحة على رأس أولوياتها وإن كان مشكل العطش داخل أحياء المدينة يعتبر القاسم المشترك بين عديد المرشحين بجعله من أولويات برامجهم الانتخابية ومع تنوع الأحزاب السياسية المتنافسة في مدينة تيججا وتوسيع دائرة الاختيار لدى الناخب هنا فإن صناديق الاقتراع يوم الثالث عشر من مايو الجاري هي من يحدد من سيختاره السكان المدينة لتمثيلهم في مختلف المناصب الانتخابية عبدالله والسلم الموريتانية مدينة تيججا